السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسبب محمد إبراهيم أمين صندوق الزمالك سابقا يكشف عن الفساد الإداري أوضح أمين صندوق وعضو إدارة النادي الأسبق طارق جبريل أن الفريق الأول القروي بنادي مارتيميو البرتغالي حصل على خدمات محمد إبراهيم بدون مقابل من الزمالك وأشار خلال تصريحته أن النادي البرتغالي حصل على خدماتهما ست شهور كنوعا من المعايشة بجانب باند يحصل على عقده بمدة محددة وأكد أن قبل نهاية تلك الفترة بحوالي تسعة أيام كان محمد إبراهيم سيعود من مارتيميو بدون أي مشاكل وشدد لكن الفارس الأبيض طلب عودته قبلها ومارتيميو اشترط خمسمائة الف يورو واتم بجانب بعض البنود الأخرى وبالتالي الأبيض اشترى عقد لعبه من الأساس ترجمة نانسي قنقر